إلى الأخبار المحلية مع أمينة بن دحمان مساء الخير أهلاً أمينة مساء النور هارون أهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى هذا المواد المحلية دل نستهله من غرب الوطن حيث قام تجار والجملة بولاية سديب العباس بتصعيد الاحتجاج وغلق سوق الجملة بعد أن رفض رئيس البلدية التدخل من أجل فك النزاع الحاصل بين التجار ومدير السوق ما أصفر عن تجاوزات ولزاعات وأدخل التجار في دوامة راحة ضحيتها المواطن سارة العليمي أولاً درنا إضراب أمام البلدية ووعدونا بواحد باجي لبونا المطالبين دارونا موعد باجي ديرونا يعني يكون هنا يكون هنا في مجلس إدارة ويريقلونا للأمور المسؤولين هنا خالفوا عن الوعدة نتاحهم وداروا المستحيل هذا كل يوم تاع ربع وعشرين الباهي يلغق ما عرفناش عليه نحن وكلاء الخضر وفاوكي على مستوى أسواق جملة بولاية سيديب العباس نعاني من مشاكل عديدة وكنا طرحنا هذه المشاكل لسيد رئيس البلدية وكان أعطانا وعود مدبدة يعني هنا رأينا في ربع شهر يعني نطالبو بتنحية المدير والنائب التاع هذا لهم شكله يعني خاطر كبير على السوق ومما تبو في تعافون الأوضاع في السوق وداروا مشاكل كبيرة ونطلبنا من المسؤولين يدخلوا ويحلونا هذه المشكلة المسكين المسكين اللي يجي يطلب المسكين اللي يجي يطلب حباته ماطيس يقزوه بزيف علينا هات سوالح بزيف رنا طالبين منهم برعنا في ثلاث شهر نتبقوا فيها في هذه المشكلة هذا وننا بغين بغين سلوطات دخل سلوطات دخل يقلعونا هذه المشكلة من جهتنا حاولنا الحصول على رد من طرف رئيس البلدية إلا أنه لم يكن موجودا إلى موضوع آخر وبولاية ميلا غياب التهيئة الكاملة للسوق كمرفق خدمتي ببلدية لمشيرة يهدد معادلة العرض والطلب نتابع التفاصيل في هذا التقرير لسوفيان بؤون تواجه الممارسات التجارية تحديا من خلال السوق الأسبوع ببلدية لمشيرة في ميلا بسبب المنطقة التي اختيرت لاستيعاب العدد المعتبر من التجار القادمين من عدة مناطق مجاورة نظفها رهي مزاد ما نقوله ما يشمهي من ناحية نقوله هنا هي الطاب من ناحية نقوله المخلفات اللي تبقى شوية ما شي بزات ما تبقى شوية ما كانش نظام جوش منين يكمل السوق يلحقوه ما نقوله نظف وهو السوق ومليح وشوه لازم هو الطبي ما يكون شي كذا بليه بغطاك ما تقدرش تمشي فيه كنا ولا مشك هيا خلاص هيا خلاص هيا هيا هلين حوسوا علي هنا كون جام السوق منظم تلقى ستيلت عمليح يكشو فيه زي ما يكشو حركية يعرفها السوق ومهادلة العرض والطلب قائمة غير أن غيب التهيئة لهذا التجمع التجاري يجعله مهددا بالمستقبل طبعا بالنسبة للسوق الأسبوعي بالنسبة للبلدية لمشيرة نعم أنه موجود داخل مركز البلدية وحتى يمكن تنظيم هذا السوق أرتعين كمجلس بلدي أنه تغيير السوق وإخراجه من مركز البلدية بجام الحاضرة ستسهم عملية تحويل نقطة إقامة السوق إيجابا في ضمان توسعة المعاملات التجارية ببلدية لمشيرة في موضوع آخر البحث عن الماء هو السيناريو المتكرر في يومية البدو الرحل بمنطقة المخالع الحدودية في الوادي فملوحة المياه الموجودة تهدد نشاطهم الرعوي التفاصيل نتابعها في هذا التقرير عبدالعلي رحمة وحميد عودي تعيش أزاد من خمسين عائلة من البدو الرحل بمنطقة المخالع ببلدة بنقشة الحدودية على وقع شحي وملوحة ماء البئر بنعطية الذي بات عاجزا على توفير الكميات الكافية حتى لشرب مواشيهم المنطقة هذه رأي من السكان حوالي خمسين عائلة تعني سكان ويطلبوا من الماء نتاع الشرب العين تطلعهم عين وما نتاع شرب تعال السعي والعباد السكان تعني بنعطية يعاني من شرب الماء الماء الملح للعائلات وذر المسافة نتاع الماء يمشو لها وضع أجبر الكثير على جلب الماء من البئر بعمق أزد من عشرة أمطار بطرق بدائية فحين يتنقل البعض لقرى المجاورة لجلب الماء سكانوا هذه المنطقة ورغم يومياتهم القاسية التي عيشونها إلا أنهم متمسكين بطربية الإبل مهنة مهددة بالتوقف بسبب ندرة الماء فهل ستتدخل السلطات المحلية لإيجاد الحل فلاحيا وبالرغم من غياب الدعم رفعت مجموعة من الشباب بمنطقة بن عمار في الطرف التحدي فكان نجح من نصيبها بإنتاج وفير في المحاصيل القابلة للتصدير التفاصيل مع محمد بن كموخ وحميد عودي اختارت هذه المجموعة من شباب منطقة بن عمار بولاية الطرف خدمة الأرض فنجحوا في ذلك وحققوا إنتاج وفير موسميا للمحاصيل الموجهة للتحويل كالطماطم الصناعية والفلفل لدينا ثلاثة نواعة فلفل كرم طونيس وإمير الحمد لله نحن قال لأخر شباب كينين نخدمه بها بشيدي كان كينين حتى 90 غرام موجه للتصناع والفلفل الثالث هو الأمير للكربوت يوصل من 10 حتى 25 سنتيم الوزن من 60 70 غرام وموجه ديركتر مول للتصناع حمزة وزملاء ورغم المجهودات الكبيرة المبذولة من طرفهم إلا أنهم يواجهون العديد من المشاكل تحول دون تحقيق الرقم القياسي في عملية الإنتاج ليد العام لا هي كينة الله يباك الأم كيف تخدم ولكن التدعم نحن طلبتنا وهو التدعم في هذه الفلاح دعمونا أخويا الجيد الأم لكينا وثاني الخدام لا يطعب بلا فايدة لهم تشوي الخدام شباب شباب رفعوا التحدي لأجل تصدير منتجاتهم الفلاحية نحو الخارج بمقاييس عالمية فهل يتحقق الحلم بتوفير الدعم لهم بهذا مشاهدنا نختم معكم معدن المحل يشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وعودة إلى هارون